الموضوع أيام العطل أيام العطل كثيرة كيوم الجمعة مثلا نجعل منها أياما للراحة فإذا عرفنا كيف نستفيذ منها عشنا سعداء فنرجع إلى أعمالنا نشطين مسرورين ونزداد قدرة على العمل والدرس وتزيد رغباتنا فيها وتزيد رغبتنا فيها فالراحة لا تكون بالنوم والكسل وإنما بالنشاط والعمل نذهب إلى دور العبادة ونساعد أهلنا في أعمال البيت ونحضر دروسنا وقديما قال الحكماء إن النفوس لتتعب من الراحة فأريحوها بالعمل وشكرا جزيلا يرجى الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر